أهلا بكم بلا شك موضوع ضعف الجنس موضوع في منتهى الأهمية وخلي بلكنا من عشاء التاريخ فديما بحب أقرأ كيف تطورت الصناعة الطبية وتدخلات الجراحية عبر التاريخ لكم أن تتخيلوا أن أول عامة فكر فيها طبيب في التاريخ البشر كانت في القرن 16 والطبيب ده كان اسمه أمبريوس باري ده كان طبيب فرنسي عمل دعامة مكونة من مواد خشبية أو أنابيب خشبية مش عشان الضعف الجنسي أو عملها عشان في اللي ضحايا حروب في الوقت ده عشان الحفاظ على موضوع المكتيوريشن عشان التبول المحاولة الأولى فعلا بالفعل لزراع الدعامة كانت سنة 1936 طبيب روسي اسمه نيكولاش بوغروس وده بدأ يفكر في عمل دعامة باستخدام ضلة ركب بس النتيجة ما كانتش جيدة في الوقت ده في سالة 50 أمريكي بقى اسمه إسكاردينو إسكاردينو ده استخدم مادة مصنعة قام بتصنعها وزراعتها في العضو في 52 سكوت وجودوين نشروا أبحاث حول تطوير المادة دي لكن بالفعل سنة 66 بدأ دكاترة يطوروا الموضوع ده في الأسر العيني أو في مصر على يعني رأسهم طبيب تجميل هو الأساس الدكتور البحيري البحيري ده أسطورة عالم التجميل وده طور صناعة الأساس الدكتور جمال البحيري طبعا كل الناس عارفين مين الدكتور البحيري في مصر عمل أول زراعة الدعامة في العضو الزكري واستخدم مادة البوليسيلين في الموضوع ده سنة بعد كده بقى يعني في 73 سكوت هو أول من وضع البرينسب الأساسية لزراعة الدعامة بشكلها القريب مع التطوير اللي حصل في السنوات الكتيرة اللي فاته شايفين العلم ماسكتشي العلم طول السنين اللي فاته حوالين أنه يبحث عن تطوير لغاية لما وصلنا إلى درجة عالية جدا في التطوير الخاص بالدعامة إيمانا من كل المدارس العلمية عبرها من سنة 36 لغاية دلوقتي بأنه الضعف الجنسي في وقت من الأوقات الحل الوحيد له هو تكوين دعامة تعالوا نقرب من الموضوع ده بشكل دقيق جدا في 2022 و23 ونفكر مع بعض إيه هو الضعف الجنسي مع ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم الزكورة طبعا اللي بسعد دائما بوجوده معنا الأستاذ الدكتور عماد الدين كمال أستاذ أمراض الزكورة والتناسل بكل طب جامعة أصيوت استشاري أمراض الزكورة والمدير ورئيس مجلس إدارة المؤسس لمراكز خصوبة الاسم الكبير منورنا فن المشاركة كبير نحن أستاذ المشاهدين جميعا كنت شايف حضرتك مستمتع بالتاريخ أكيد طبعا التطور في الأجهزة الطبية أو الحاجات اللي بتفيد البشرية دي حاجة جميلة جدا وفعلا نحن أمرنا التطورات لغاية ما وصلنا للدعمات الحديثة دلوقتي طبعا الضعف الجنسي مشكلة طبية مهمة جدا ولذلك دايما أتكلم على شيئين مهمين أولا ماذا أو كيف نعتبر أو متى نعتبر أن هذا الشخص يعاني من ضعف الجنسي ده أول سؤال والسؤال الثاني الضمني أسباب الضعف الجنسي الأكثر شهرة موضوع الضعف الجنسي إحنا إمتى نقول أن الشخص ده يعاني من الضعف الجنسي إحنا بنقول أنه الشخص ده غير قادر على بداية أو استكمال العلاقة الجنسية بشكل مرضي له وللطرف الثاني أو الزوجة في أكتر من 80% من مرات العلاقة الزوجية يعني إحنا عندنا 20% من المرات أو المحاولات التامة ممكن يبقى فيها مشاكل أو متنبش بالشكل المرضي ودي ما فيهاش مشكلة خالص لأن دي تغيرات بتعتمد على الحالة النفسية والظروف والكلام ده كله لكن لو إحنا الأغلبية بتاعت العلاقة والموضوع ده كانت مش تامة أو مش مزبوطة لا إحنا بنقول أن المشكلة عندنا فيه ضعف جنسي في الموضوع الضعف الجنسي يعني زمان كان معظم الأسباب بتاعته بتوقعوا أنها أسباب نفسية لدرجة أن هم كانوا بيصنفوا 80% من الأسباب أسباب نفسية و20% فقط هي أسباب عضوية مع بدايات أدوات الفحص أو الأشعات الجديدة أو الحاجات الطبية الحديثة بدأنا نشخص الأسباب العضوية اللي ما كانتش بينها فترفعت نسبة الأسباب العضوية إلى 50% و50% الأسباب النفسية موضوع الضعف الجنسي غير مرتبط بسن وغير مرتبط بوظيفة معينة أو السلوك معين لكن كل الأعمار معرضة للضعف الجنسي لكن لوحظ أن مع زيادة السن النسب بتاعت الضعف بتزيد لدرجة أنهم اتربطت بالسن بمعنى أن هم قالوا عند سن أقل من 40 سنة ممكن نتكلم في 20% بعد الـ 40 سنة تبدأ النسب تزيد يعني عندي 50 سنة بتوصل لـ 50% 60 سنة 60% وهكذا فكل ما زاد السن أكيد النسبة دي بتزيد المسببات للضعف الجنسي مسببات كتير قوي لو احنا قلنا الضغوط النفسية أو الأسباب النفسية ودي كتير قوي التوتر والقلق تمام عدم القدرة أو عدم استيعاب الأسباب أو العلامات الطبية صحيحة مشاكل اللي هي ممكن تبقى عندنا في التربية يعني الأطفال اللي هم عندهم تربية غير سوية تعرض لمشكلة جنسية هو صغير تعرض لتحرش تعرض لمشكلة دي ممكن تولد مشكلة نفسية جنسية في الطفل ده المعتقدات الخاطئة اللي احنا نحطها في دماغنا إن العلاقة الجنسية لازم تبقى وقته معين أو شكله معين وده لو ما تمش يبقى احنا عندنا ضعف جنسي فده برضو بيعمل مشكلة من الضعف الجنسي الحاجة التانية في الأسباب النفسية اللي هي الانتر بيرسونال فاكتورس اللي هي الأسباب ما بين الأشخاص أو ما بين الأزواج دايما دي مؤثرة يعني الزوجة والزوج هما الاثنين لازم يتعاونوا في العلاقة الزوجية ولازم لكل واحد فيهم دور إيجابي وليس دور سلبي الزوجة تمام يعني لو ما كانتش متعاونة أو كان فيه بعض المشاكل الاجتماعية أو النفسية بتنعكس على الموضوع ده أكيد بتفقد الموضوع يعني قيمته أو بتخلي الزوج يصاب بنوعنا للإحباط والضعف الجنسي فكل دي أسباب نفسية نيجي لأسباب العضوية اللي هي ممكن تؤثر على الضعف الجنسي أسباب كتير قوية منها ضعف الشرايين تصلب الشرايين السكر الضغط أدوية الضغط نقص الهرمونات مشاكل التلوث والبيئة والحاجات دي كلها بتأثر على الشرايين وبالتالي بتعملي ضعف جنسي عطوي هقف عن نقطة التشخيص دلوقتي فيه تكنولوجيا متقدمة وأجهزة مهمة جداً تشخيص الضعف الجنسي مظبوط إحنا عندنا حاجات كتير بنشخص به الضعف الجنسي لكن ما زال التاريخ المرضي وإن إحنا ناخد البيانات بتاعة المريض ونسأله بعض الأسئلة عن سنه وتطور الضعف ده هل هو ضعف مستمر ولا متقطع بيجي في أوقات ولا بيجي على طول وهل المشكلة بتزيد ولا بتقل ده بتدينا فكرة عن الموضوع ومدى استجابة الشخص ده اللي أدوية يا طرح نحن بنجيب نتيجة على الإلاج ولا ولا كان بيجيب نتيجة وحالين ما بيجيبش ده بيقول لنا الموضوع ده عضوي ولا نفسي والموضوع ماشي إزاي بعض الفحوصات الطبية اللي هي بدأت تشخص الموضوع نحن بدأنا نعمل اختبار كفاءة جنسية نعمل فحص الدوبليكس للشرايين العضو الزكري نحن نشوف الشرايين ده فيها مشكلة ولا لا فيه تصرف الأوردة فيه ضعف في الشرايين الدم مش واصل كويس كل ده بدأنا نعرف الأسباب بتاعة الضعف الجنسي الطرق العلاجية الطرق العلاجية متعددة لكن هي متدرجة بمعنى إن احنا دايما بنبدأ بالخطوات الأسهل والأبسط العلاج الطبي المرحلة التانية العلاج الحقن الموضعية المرحلة التالتة إن احنا بنعمل الجراحات أو تركيب الدعمات الزكري فلابد إن احنا نمشي في السكة من أولها أبسطهم وأسهلهم الأدوية الطبية الأدوية الطبية مختلفة أوي وتطورت كتير أوي من أول سنة 98 من بدأت الفياجرة والمشتقات بتاعتها حوالي تقريبا دلوقتي إحنا وصلنا الأربع مشتقات بيشتغلوا بنفس الفكرة وتطوروا جدا فبدأوا يحلوا مشاكل كتير أوي من الضعف الجنسي معظم الناس اللي هما ما عندهمش مشاكل عضوية والمشكلة عندهم بسيطة جدا بيستجيبوا يمكن نحط حوالي 70 إلى 80% بيستجيبوا على العلاج الدوائي بشكل جيد جدا ممكن بعد فترة يبدأوا المشاكل دي أو الاستجابة دي تقل وارد طبعا وفي الحال دي احنا نقيم الموضوع تاني ونشوف هنمشي في أن يتجاه 20% من الأشخاص أو الرجال ممكن ما يستجيبوش لعلاج الطبي والعلاج الطبي ما يديش نتاج مرضية لهم ودول نتيجة أن احنا عندنا أسباب عضوية كبيرة عندنا مشاكل في الشرايين سكر مش متزبط الشعيرات الدموية بدأت تضعف فيه تصرف وريدي فأكيد مهما دينا من الأدوية مش هنوصل لنتائج مرضية فهنبدأ نفكر في الحلول اللي أقوى من العلاج اللي هتجيب نتائج من الناس دول في حل بسيط جدا من احنا بنمشي عليه اللي هو الحقن الموضعي الحقن الموضعي دي موعد موسع للشرايين احنا بنعمل تركيبات منها معينة من حوالي 3 أو 4 عضوية بنسب معينة والنسب دي بنحطها وبنركبها في خلطة بتخلي العيان يبدأ يستخدمها عند العلاقة الزوجية احنا بنعلم المريض وبنقوله ازاي ياخدها والمريض بيستخدمها قبل العلاقة الزوجية بنسب معينة وبتدي نتاج أقوى من العلاج بشكل كبير الميزة بتاعتها ان هي فعالة جدا ما لهاش اي اثار على القلب ولا السكر ولا اي شيء لان هي موضعية تمام احنا بناخدها وقت اللزوم يعني انت من ايه ما تحب الجامع ممكن تاخد الابرة الموضعية دي وتمشي عليها كويس جدا فدي ما زيها حاجة تانية ان هي تكلفتها بسيطة مش زي مرحلة الدعمة لكن بيجينا فترة برضو ان احنا عما نمشي على الحقن الموضعية دي سنة سنتين تبدأ النتاج بتاعتها تقل resistant اه بالضبط كده خلاص في بعض الابرة تستجيب مش هتستجيب وبالتالي هنبدأ نفكر في الحل التالت بتاعنا الحل التالت بتاعنا واللي احنا عايزين نركز عليه طبعا هو موضوع جراحة للضعف الجنسي جراحة للضعف الجنسي زمان كان فيها حل تاني غير الدعمات ان احنا بنعمل حاجة اسمها ربط للأوردة اللي بتصارها بالدم والعمالات دي اتعملت كتير قوي وبعد كده اثبتت ان هي ملاش اي قيمة وما بتفدش العينين فبطلنا نعملها حاليا الجراحة تركيب الدعمات جراحة تركيب الدعمات هي احسن حل يحل المشكلة الجنسية بشكل جزري وثابت باستمرار لو انا فشلت في العلاق او الحقن الموضعية دي مش جايبة نتيجة او المريض استخدمها وبدأت اتقل مفعولها خلاص لا احنا هنفكر في موضوع الدعمات الزكارية موضوع الدعمات الزكارية هو يعني الحل النهائي والقاطع لهذه الحالات الدعمات احنا مش كل الناس اللي احنا بنركب لهم دعمات بنختارهم لا فيه فصيلة معينة من الناس اللي هي محتاجة الدعمات تمام منهم المرضى اللي هما احنا فشلنا في علاجهم او ان احنا نديهم علاجة او حاجة زي كده فيه مجموعة تانية من الناس اللي هما سنهم متقدم وزوجته توفت لاي سبب ان كان ونفسه يجاوز تاني يمكن دول اكتر ناس يستفيدوا من الدعمات الزكارية بمعنى ان هو عايز يبتأ حياة جديدة بقوة جنسية جيدة جدا على الاقل فعمرنا ما بالعلاج ولا بالادواء ولا حاجات دي هنوصله الى هذا المستوى يبقى احنا هنفكر على طول في موضوع الدعمات يمكن بتبقى سحر وبتحل المشكلة بشكل جيد جدا وخصوصا ان هنا بتدينا قوة فالانتصاب مستمرة مدى الحياة ما بتقلش بعد كده او يعني بيحصل فيها تغير فدي ميزة الدعمات ونط انترفير مع اي حالة مرضية في القلب مثلا ما في حالات القلب مينفعش فيها دواء بزبط يمكن الدعمات مفيش مشاكل فيها للقلب ولا المشاكل العضوية احنا بالعكس بنقول للمريض انت ما تركب دعامة هتقدر تجامع في اي وقت انت عايزه واي عدد مرات مدى الحياة بقى أقل مجهود على قلبك يعني انت مش هتبزل مجهود كبير وتستمتع بالموضوع بشكل طيب جدا اسئلة كتيرة تتعلق بالدعمة هل الدعمة مناسبة لمرضى السكر سؤال من المشهورة اكيد هي الدعمة تعاملت لمرضى السكر يمكن اكتر ناس بيصابوا بالضعف الجنس من مرضى السكر لدرجة ان احنا بنقول يمكن تقريبا حوالي 50% من الناس عندهم سكر بيبقى عندهم ضعف جنسي حتى في الشباب الصغيرين اللي هم بيبدعوا حياتهم بيصابوا بالضعف الجنس بسبب موضوع السكر فالدعمة طبعا مناسبة جدا لمرضى السكر ويمكن هي تعاملت لمرضى السكر فطبعا يعني اكيد لكن احنا يعني برضو المقولة ازاي يا دكتور ان هعمل عملية وانا عندي سكر اعرفش مشكلة خالص احنا هنتعامل مع السكر هنزبطه والدعمة هي معمولة مرضى السكر السؤال التاني المشهور جدا ايهم افضل للمريض الفلاني او المريض العلاني الدعمة المرنة ام الدعمة الانفلاتيبول لكل نوع من نوع الدعمات ليميزة الدعمات المرنة او الشبه صلبة تمام او الماليابول زي ما بيسموها والمجموعة التانية هي من الدعمات الدعمات اللي هيدروليك تمام فيه فرق به فرق التكلفة الدعمات الهيدروليك دي مكلفة جدا يمكن تقريبا حوالي 3 او 4 ضعاف الدعمات المرنة الدعمات الهيدروليك الميزة القوية بتاعتها انها بتختفي تماما بعد العلاقة الزوجية بمعنى هي بتعتمد فكرتها زي ما احنا شايفين على مضخة والمضخة دي موصلة بخزان للسائل والخزان بتاع السائل ده بيضخ سائل فيه الاستوانات اللي احنا شايفينها فده بيدي انتصاب بعد العلاقة الزوجية بندوس على المضخة دي بتسحب السائل تاني للخزان اللي احنا شايفينه وبينتهي الانتصاب تماما ويكاد يكون العضو الزكري مش باين تماما بيرجع الوضع الزيرو فدي ميزة فيه ناس يقولك انا عندي شغل ودايما بالب السدوم ديقة ماينفعش جدا ان الزكري بانه ان هو منتصب وانا ماشي وبتحركه بيحتكب ناس اكيد دي شكلها مش هبقى زريب فالدعمات الهايدروليك تتميز بالقد الفائق من الاخفاء يعني يكاد يكون زيرو اخفاء زي انك ما فيش اي حاجة خالص عكس دي الدعمات المارينة هي طبعا فيها اخفاء اكيد لان هي دعمات زي ما احنا شايفينها كده عبارة عن سوسط بعد العلاقة الزوجية بندوس عليها زكر بريحة وبيتيني لكن بيبقى ما زل في درجة من الانتصاب فالاخفاء بتاعها بيوصل لحوالي ستين في المية سبعين في المية لكن ما زل في درجة من الانتصاب موجودة الحاجة التانية اللي هي بتفرق دي من دي الناس اللي هم عندهم مشاكل في البرستاتا وضعف في ضخ البول ما ينفعش اركب لهم الدعمات المارينة لانها هتعمل لهم مشاكل في البول هتزنوا البول يبدأ البول يقطع اكتر يبدأ يخش الحمام اكتر وبالتالي هيبقى عنده مشكلة ولو حبيت اعمله عملية البرستاتا بعد ما بركب له دعمة دي الموضوع بيبقى صعب شوية ان ادخل المنظر واشيل البرستاتا في وجود الدعمة صعب فالدعمة الهيدروليك بتتميز بالموضوع ده لا مناسبة جدا للشريحة دي من الناس فكل دعمة لها مزايا ولها عيوب لكن احنا بنختار على حسب المريض وضعه الاقتصادي وضعه الصحي يا ترى هو مهتم بالاخفاء ده قوي ولا مش مهتم هتفرع معاه ولا مش تفرع معاه واقولكو على حاجة تخليك وانت عندك خمسين وستين وسبعين كأنك عندك اربعين وخمسة واربعين الرياضة العب الرياضة ده مهم جدا طبعا الرياضة دي يمكن هي كلمة السر في القدرة الجنسية بس الرياضة والمشي مش اي رياضة اعمى المشي لان المشي بيحرك الدورة الدموية في منطقة الحوت فدي احسن دورة الدموية بتغزي الاعضاء التنسلية فالمشي هو الرياضة الاساسية نمشي كل يوم نص ساعة صبح نص ساعة اخر اليوم فدي كلمة السر ونبعد عن خماسي ضعف القدرة الجنسية تتخين تمام كحول حليات صح السمنة السمنة الضغط العالي الدهون كل استرول والدهون اكيد دول خمس حاجات بتضعف القدرة الجنسية نخلي بالنا منهم لو اجتمعوا اتنين او اكتر منهم اكيد المشكلة كبيرة ايما تقولني عندك سكر وتشرب سجائر وجسمك مليان مشكلة كبيرة مش هنعرف نحلها ايما تبع حاجة واحدة نقدر نغطى عليها فدي حاجات مهمة اوي بسيطة جدا نخلي بالنا منها نورت وشرفت وابدعت كعدتك ربنا نخليك ضعف القدرة العزيزة القمة العمال الكبيرة الأساس دكتور عماد الدين كمال أساس أمراض الزكورة والتناسل بكل الطب جماعة أسشوت السشاري أمراض الزكورة المدير مؤسس ليه مراكز خصوبة كان ضيفي في وحدها من حلقتنا الهامة جدا الضعف الجنس يبقى مشكلة كبيرة جدا إذا لابتوا حل ومشكلة تنتهي وتختفي إذا ذهبنا المتخصص وأوجدنا الحل خليكوا تايمة مع الناس الحلو إحكيت الزراعة اللي مش مظبوطة الزراعة اللي مش مظبوطة أولا ده فاكت لازم الناس تصدق فيه مفيش حاجة اسمها أنا روحت الدكتور مشهور فمفيش حاجة اسمها failure rate لأ هيحصل مفيش حاجة اسمها أنا عملت أغلى زرعة في الكوكب فأنا مش المفوطة يحصل لي حاجة مش حاجة اسمها كده مهم حصل مفيش حاجة اسمها كده فيه فاكتور اسمه failure factor ده وتنثبته قد إيه ده بتقل failure factor ده بيقل مع اختيارك لدكتور مناسب مع اختيارك لزرعة نتيجها معروفة الدنيا بتكون أفضل يعني اشتركوا في القناة